السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني نشتغل بها مع العميل من اول ما يدخل الفندق من اول الباب لحد ما يخرج اهم حاجة في قسم الاستقبال طبعا الدفاتر دفاتر قسم الاستقبال وعرفنا ايه هي اقسام الدفاتر ديات وبتتقسم لايه وعرفنا كمان علاقة قسم الاستقبال بالاقسام الاخرى قسم الاستقبال طبعا ده مهم قوي ليه لانه بيعمل ترابط ما بين العميل وما بين باقي الاقسام بتاعت الفندق ليه بقى تواجدت العلاقة ديات هنعرف النهاردة تواجد العلاقة دي ما بين قسم الاستقبال والاقسام الاخرى وازاي بنشتغل في قسم الاستقبال مع الاقسام الاخرى وتواصل الاقسام الاخرى ببعض عندنا النهاردة اسباب قدت الى وجود العلاقة ما بين قسم الاستقبال واقسام الفندق اول حاجة لازم قسم الاستقبال بيختر عن وصول النزلة ومغادرتهم ليه بقى بنختر عن وصول النزلة للأقسام الاخرى طبعا مهم قوي ان نعرف الأقسام الاخرى ان فيه عدد ما من النزلة وصل ليه اول حاجة قسم المطعم مثلا فيه افطار من الساعة الفلانية للساعة الفلانية هيعرف عدد الحاضرين ازاي من قسم الاستقبال مين اللي هيعمل الاكل بتاع المطعم؟ المطبخ وهيعمل العدد على اساس ايه؟ طبعا على اساس العدد القسم الاستقبال اخطر به المطبخ والمطعم بعد كده بنعرف بنختر قسم الاشغال بقسم الاستقبال عشان قسم الاستقبال يعرف الاشراف الداخلي بالاشغال اللي موجود عنده عشان الغرف بتاعتنا طبعا لازم تتغير لها الميضات ولازم تتنظف باستمرار قسم الاستقبال بيعرف قسم الاشراف الداخلي بالاشغال عشان طبعا الورديات وعشان الاشغال بتاع قسم الاشراف الداخلي نعرف ايه هي الغرف مثلا اللي اتشغلت ايه هي الغرف اللي فاضية ايه هي الغرف اللي المفروض تتنظف بعد مغادرة النزلة طبعا لازم نختر جميع الاقسام بنزلة بالاخص لو نزيل في اي بي طبعا نزيل في اي بي ده يعني رئيس وزراء شخصية مهمة يعني نازلة الفندق عندنا او مثلا رجل اعمال مهم ونازل فترة معينة لازم نعرف الفندق واقسامه بالشخصيات المهمة دي عشان يعملوا كل الاجراءات بتاعتهم لان طبعا بيبقى فيه شوية اهتمام بالفي اي بي وبرضو الاهتمام بجميع النزلة بس بيبقى لهم بعض الايه بعض يعني مثلا بيعوزوا مثلا قاعد اجتماعات قاعد عقد مؤتمرات وهكذا تمام بعد كده بنختر قسم الصيانة للاصلاح بعض الاعطال اللي موجودة في الفندق طبعا المغادرين من النزلة بعد ما بيمشوا بنعمل ايه بنعمل تشيك على بعض الايه بعض الغرف اللي كان فيها النزلة عشان لو لو لقينا فيها بعض الاعطال بنعمل ايه بنختر قسم الصيانة بيعمل صيانة للايه للأعطال اللي موجودة فين في الغرفة واختار رئيس الاشراف الداخلي بالغرف الخالية والمجهولة وعدد الافراد لان طبعا قسم الاشراف الداخلي ده مهم اوي 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 لانه هو الصلة مباشرة ما بينه وما بين الايه وما بين العميل قسم الاشراف الداخلي ده يعتبر هو عصب الفندق قسم الاشراف الداخلي اما بيدخل الغرفة لازم يبقى فيه صلة ما بينه وما بين الايه وما بين العميل عشان كده بنقول العاملين اللي في قسم الاشراف الداخلي او خدمة الغرف بيبقى لهم ايه بيبقى لهم لغة المفروض يتعاملوا معاهم وبيبقى لهم بعض الاتجاهات نحو العميل انهم ما ينصطوا ليه ويبقى عندهم لغة وهكذا بعد كده بنختار رئيس قسم الاستقبال بالغرف الغير معتدة للايه للسكنة يعني الغير صالحة للسكنة يعني ايه بيبقى مثلا الغرف دي عايزين نعمل فيها ايه مثلا الدولاب مكسور التكيف مثلا فيه حاجة عطلانة السرير مثلا عايز تصلح الاساس بتاع الغرفة كله عايز يتغير السباكة فيها حاجة يعني دي غير صالحة للايه للسكنة طبعا من اللي بيختر الاشراف الداخلي بالكلام ده رئيس قسم الاشراف الداخلي بيقول لقسم الاستقبال على الغرف دي عشان ما يقومش بتسكين نزيل فيها طبعا انا لو سكنت نزيل في غرفة غير صالحة للسكنة هيبقى دي ايه هيبقى دي عايب في حق الايه في حق الفندق وهيبقى كده الفندق في مشكلة ان مثلا النزيل دي يجي تاني لانه دخل الغرفة ولقى الغرفة دي غير مؤهلة يعني انا جيت انا مع السرير لقيته بيقع جيت افتح الدولاب لقيت الدرفة الدولاب بيقع علي التكييف مش مش شغال السباكة بايزة يبقى انا كده رئيس قسم الاشراف الداخلي بيختر قسم الاستقبال ان الغرف دي غير صالحة للسكنة يعني ما يسكنش فيها ايه نزلة جديد جديد طبعا باختر قسم التليفون للاستقبال بالرسائل الخاصة بالنزلة لان قسم الاستقبال هو اللي بيستقبل الايه هو اللي بيستقبل الرسائل من قسم الايه التليفونات يبقى قسم الاستقبال له علاقة بجميع الايه بجميع الاقسام الخاصة بالايه بالعميل بعد كده الاقسام الاخرى بقى ايه هي الاقسام وعلاقتها بالقسم الاستقبال طبعا بنختر قسم الاستقبال بوصول ومغادرة الايه النزيل سواء يعني فرد او عدد افراد يعني لو فرد الوحده او مثلا شخص هو وافراد اسرته او جروب يعني مجموعة من الافراد مع بعض وطبعا لازم نعمل نشرات اسبوعية ونص شهرية للاستعداد للغرف المعينة ديت عشان بتستقبل الايه بتستقبل الافراد وعددها وعدد الايه وعدد الافراد اللي المفروض ايه سكنها عندي في الغرف دي بعد كده الاتصال بقسم التليفونات بوصول ومغادرة النزلة طبعا عشان قسم الاستقبال مثلا كان بيرسل رسائل للعميل الفلاني في الغرفة الفلانية اسمه كذا وبيدي الرسائل ديت لقسم الاستقبال باسم العميل ده طبعا العميل لما بيمشي بنعمل ايه؟ بنقوله قسم التليفون ان العميل ده مشي يبقى الرسائل باسم الفلاني الفلاني ما يبقى الاسم ده اتغير بعد كده اختار خدمة الادوار اللي هو خدمة الغرف يعني باقسام وارقام الغرف اللي بيتم تسكنها ووقت الافطار ووقت الايه؟ الوجبات طبعا قسم الاشراف الداخلي وخدمة الغرف مهم قوي انه يعرف ايه هي الغرف اللي فيها نزلة عشان موضوع الايه؟ موضوع الافطار بالاخص لانه بيبقى الوقت بتاعه محدود وطبعا خدمة الغرف ممكن العميل يقول لا ده انا هاكل في الغرفة انا مش هنزل للمطعم وهاكل في الغرفة يبقى خدمة الغرف بيبقى ايه؟ عارف ايه هي الغرف اللي هيتم فيها ايه؟ الخدمة وهيتغير طبعا البيضات وهتتنظف الغرف ديه لان ما بتبقى الغرف فاضية ما بيبقاش فيه ايه؟ التنظيف يومي بيبقى بعد العميل ما بيغادر بس بعد كده برسل الاختارات ديه بداية الوصول والمغادرة لقسم الاشراف الداخلي ومراجعة التقارير اليومية الواردة صباحا وبعد الزهر طبعا احنا ما كلمنا على قسم الاستقبال ومغادرة العميل العميل قلنا لازم يقول ان هو ماشي من الفندق قبل ما يمشي ب24 ساعة يعني هو محدد مثلا ان انا همشي هعود في الفندق لمدة تلاتيام هو غلص شغله وعايز قبل التلاتيام دول يمشي يعني مثلا يوم او يوم ونص او يومين وعايز يمشي يعمل ايه لازم يختر قسم الاستقبال ان هو هيمشي قبل المعادل اللي هو ايه متفق عليه قبلها ب24 ساعة يعني انا لماشي مثلا بكرة لا النهاردة مثلا بعد المغرب او في الفترة الليلية اقول للقسم الاستقبال ايه انا همشي بكرة عشان يكون عندي فكرة ان الغرفة دي هتفضل عشان الاقسام الاخرى اقول لهم ايه ان الغرفة ديه النزيل هيغادر وما تعملوش حسابه في الفطار ولا في الغداء ولا والغرفة هتتنظف وهيتشال منها ايه جميع الاقسام لان طبعا مش هيبقى فيها نزيل بعد كده بنختر المطعم والمطبخ بالوصول والمغادرة وعدد الايه وعدد المقيمين طبعا عشان الخدمات المقدمة للايه للنزلة داخل الايه داخل الفندق طبعا احنا قلنا فيه نزلة بيبقى يعني بيكلوا في الغرفة او بيكلوا في المطعم طبعا قسم المطعم او قسم خدمة الغرف بيعرف الايه اللي عمل ده قبلها هياكل فين عشان يعمل حسابه في الوجبات الموجودة في المطعم او فين في الغرفة نفسها بعد كده بنختر قسم السيانة بالاعطال اللي موجودة فين في الغرفة وشكاوى العمل ليه لان طبعا العميل اما بيدخل الغرفة ويلاقي مثلا حاجة معطلة مثلا ما فيش مية او التكييف عطلان بيختر مين بيختر قسم الاشراف الداخلي او بيختر القسم الايه الاستقبال تمام اشراف الداخلي اما خدمة الغرف بيجي مثلا يقدم له حاجة في الغرفة او بيجي ينظف يقول له مثلا التكييف كذا دي تعتبر شكوى ليه لان المفروض ادارة الفندق المفروض تعرف ايه هي الاعطال اللي موجودة في الغرف قبل ما النزيل يدخل الغرفة ما ينفعش ان النزيل يدخل الغرفة وفيها عطل معين زي ما احنا لسه قيلين دلوقتي ان لازم رئيس قسم الاشراف الداخلي يقول له الاستقبال ان في ايه ان فيه اعطال وفيه غرف لا يصلح فيها الايه السكنة نهائيا يعني ما سكنش فيها ايه نزيل الا اما الاصلاحات دي ايه تتم بعد كده طبعا الاتصال بقسم الخزينة عشان يستلم الفواتير بتاعت النزيل عند المغادرة لو كان حاطط كمان عندنا حاجة مهمة في الخزنة ان هو يسلم العميل الايه الحاجة بتاعته اللي موجودة في الخزنة وياخد منه الايصال بتاع الايه بتاع الخزنة للمفروض ياخده منه ويمضي عليه انه واستلم الحاجة بتاعته بعد كده ادارة المكاتب الامامية ادارة المكاتب الامامية اللي هم ايه بقى اللي هم قسم الاستقبال وقسم خدمة الغرف وقسم الاستقبال ده هو ده امهم اوي 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 لان قسم الاستقبال اللي موجود عندنا اللي هو المكاتب الامامية اللي هو بداية تعامل العميل مع ادارة الفندو المكاتب الامامية مهمة جدا لان المكاتب الامامية دي فيه نقط المفروض بتراع في المكاتب الامامية ايه هي بقى؟ يتم رفع الكارت الخاص بالضفق بعد المغادرة الكارت اللي هو ايه اتكلمنا عليه قبل كده الكارت اللي في قسم الاستقبال اللي هو ايه الكارت اللي فيه اسم العميل ورقم الغرفة وايه والموعيد اللي هو طالبها طبعا المكاتب الامامية دي عبارة عن ايه عبارة عن قسم الاستقبال اللي هو ايه بيستقبل العميل اول ما بيجي بياخد منه ايه البيانات بتاعته برافو عليكم بياخد البيانات بتاعته اللي هو الاسم عدد الاشخاص عدد الليالي اللي هو يعودها وهيمشي ام ده والمكان اللي جاي منه والمكان اللي هيغادر ايه ايه ليه طبعا المعلومات دي كلها بتبقى فين في الكارت بتاعنا اللي محطوط فين في الطابلو بتاع قسم الاستيبال طبعا كل حاجة الخاصة بالغرفة الفلانية ديت بالعمل الفلاني موجودة فين موجودة في الطابلو اللي موجود فين في قسم الاستيبال طبعا اي رسائل جاياله اي حاجة جاياله بتبقى موجودة فين في قسم الاستيبال طبعا بنرفع الكارت عند المغادرة بعد كده تغيير غرفة النزيل لازم نبلغ عنها القسم بتاع الفندوق يعني ايه تغيير المكان او الغرفة يعني مثلا انا سكنت العميل او النزيل في غرفة معين دخل الغرفة ولقى ان هو مش مرتاح في الغرفة ديت وبيقول مثلا لا انا عايز غرفة مثلا مطلة على كذا او شكلها كذا انا مش مرتاح في الغرفة دي لازم اختر الاقسام المختلفة بادارة الايه بادارة الفندوق ان العميل ايه غير الايه غير المكان بتاعه او غير الغرفة بتاعته ليه عشان جميع الاقسام عارفة ان الغرفة دي ايه فيها عميل فلاني يعني مثلا مكوة من ثلاث اشخاص في الغرفة دي طبعا قسم الاشرافة الداخلة بيدخل الغرفة دية بينظفها وبيحط على اساس ان هما ثلاث اشخاص انا غيرت العمل دول من المكان ده وديتهم مكان تاني جه بدل بدل للتلاتة دول ايه بدل للتلاتة دول اتنين وانا ما اخترتش خدمة الغرف بالمجموعة دول بدل للتلاتة يبقوا اتنين يبقى ايه خدمة الغرف هتيجي تعمل التنظيف على اساس ان هما تلاتة وهكذا والمطبخ بيعمل على اساس ان هما وهكذا يبقى انا بعمل ايه يبقى انا لازم اختر الاقسام اللي موجودة في ادارة الفندق ان الشخص ده غير الايه غير القسم بتاعه او غير الغرفة بتاعته وكمان عشان العميل اللي كان في الغرفة دي كان بيصحى الساعة كذا ما ادخلش مقا اصحيه او اتصل بيه ان النزيل عايز يصحى الساعة كذا وصحي واحد غيره خالص او اقدم خدمة غرف في الغرفة لعمله وهم اصلا اتغيروا والعميل بدل ما يجيله مثلا في غرفة تلاتة مثلا وديته في غرفة اتناشر المفروضة صحية او المفروضة وديله اكل في الغرفة بتاعته يبقى لو ما اخترتش الاقسام بتغيير النزيل الغرفة بتاعته ايه اللي هيحصل هيحصل لغبطة في الاقسام وهيحصل في الخدمات طبعا هيبقى ايه العميل ما وصلوش الخدمات في الوقت المناسب التأكد من عمل الاجهزة في الاستقبال طبعا الاجهزة بتاعتنا بتاعت قسم الاستقبال ايه برافو عليكم الكمبيوتر قالت التصوير طبعا الكمبيوتر قلنا عليه جميع الدفاتر اللي تكلمنا عليها قبل كده طبعا الكمبيوتر لو يتعطل ايه اللي هيحصل هيتعطل الشغل في الاستقبال وبدل ما طبعا كد بكتب على الكمبيوتر هكتب في دفاتر او هكتب في ورق هياخد مني ايه هياخد مني وقت يبقى لازم الاجهزة بتاعت قسم الاستقبال تتغير او تتصلح او البو وضع صورة من جواز الصفر بتاع النزيل فكرة الايه فكرة التسجيل في المكاتب الامامية ديت او في قسم الاستقبال مهم اوي اوي ان صورة الجواز بتاع العميل او صورة البطاقة بتاعته لازم تبقى موجودة فين في قسم الاستقبال تبقى موجودة فين عندي في الدفاتر بتاعتي او في الورق بتاعي والابليكيشن بتاعي ان العميل عدد الافراد كذا بناء على ايه على جواز السفر ده يبقى انا عندي الورق بتاعي مستوفي لان ايه لازم اثبات شخصية النزيل عندي يا اما بالبطاقة يا اما بايه بجواز السفر التأكد من البيانات بتاعت الضيف من خلال ايه جواز السفر انا طبعا العميل بيقول لي مثلا انا فلاني الفلاني ومن الحتة الفلانية ومن البلد الفلاني انا هتأكد من البيانات بتاعت دي ازاي من جواز السفر بتاعه او ايه او البطاقة بتاعته طبعا البطاقة وجواز السفر دي مهم او ليه لان انا في الدفاتر بتاعتي مثلا في دفتر الشرطة بيطلبوا جوازات السفر بالاخص الجنسيات الخارجية عشان بيشوفوا ده بقى مثلا اه محزور ان هو يدخل البلد محزور ان هو مثلا عليه احكام اه في كذا في كذا يبقى انا لازم عندي ايه عندي صور من جواز السفر عشان اعرف اوصل اوصل المعلومات بتاعتي دي واوصقها واوديها فين للجهات المختصة بتاعت الايه بتاعت الدفاتر بتاعتي بعد كده عند فقد مفتاح الغرفة يتم عمل بديل طبعا العميل بيبقى معاه مفتاح للغرفة العميل مثلا اه وهو خارج اه خرج ومداش المفتاح بتاعه المين لقسم الاستقبال وحطه في الطابلو خده معاه وهو خارج العميل ضيع الايه ضيع المفتاح بتاعه او ضع في اي مكان العميل مش لاقي المفتاح مش هيدخل الغرفة لا بيبقى فيه مفتاح بديل في قسم الاستقبال او المكاتب الامامية اللي موجودة عندي وبيبقى فيه برضو الكارت الزاكي او الكروت المماغنطة اللي بتدخل فين في الغرفة طبعا التقنيات الحديثة اللي موجودة في الغرف بيبقى فيه كروت مماغنطة بتشغل الكهرباء اللي موجودة فين في الغرفة ابلاغ المسؤولين في حالة وجود شكاب طبعا المسؤولين اللي موجودين بدايتهم المكاتب الامامية المكاتب الامامية بعلقتها بالمسؤولين وبإدارة الفندق طبعا الاقسام الاخرى اللي هم ايه قسم المطعم قسم المطبخ الاشراف الداخلي وهكذا ايه بقى المطعم والمطبخ يعني ايه المطعم وايه المشكوى في المطبخ والمطعم طبعا مثلا العميل دخل المطعم وجه يأكل العميل لقى الاكل مثلا محطوط في طبق وشكله مش حلو والاكل مش لائق وبيدفع تمان الخدمة دي يبقى انا كده ايه يبقى انا بخلي العميل يشتكي من خدمة انا بقى ايه بقدم هالو الاكل مش عاجبه يبقى المطبخ والمطعم هما الاتنين مسؤولين عن الخدمة دي طيب في مثلا بوفي مفتوح انا عندي مثلا حفلة وعملت بوفي مفتوح وعمل اه اردر معين او قائمة معينة القائمة دي ما تنفذتش او الاكل بتاعها البوفي مش متنظم كويس او كذا او كذا مين اللي بيختر بالشكوى دي قسم الاستقبال بيختر ايه بيختر قسم الحفلات ان في مثلا شكوى معينة من البوفي اللي كان في الحفلة الفلانية دي عشان بعد كده مثلا ممكن يتقدم له تعويض او ما يحصلش الغلط في ايه في الحفلات اللي بعد كده بعد كده محاولة ارضاء الضيف بقدر المستطاع طبعا هدف الفندق كله بالخدمات بالاقسام اللي موجودة في الفندق الهدف الرئيسي ارضاء الايه ارضاء العميل طبعا ارضاء العميل بشتى الطرق اننا اي حاجة هو عايزها بلبهاله اي شكوى قبل ما الشكوى توصل للايه لادارة الفندق لازم الشكوى دي تتحل مثلا ايا كانت الشكوى في الغرفة خارج الغرفة في تعامل الناس معايا في تعامل اي قسم من الاقسام لازم المشكلة دي لازم تتحل قبل ما توصل للإيه للإدارة طبعا احنا قلنا لازم الاقسام اللي موجودين في الاقسام اللي عاملين يعني في الاقسام كلها لازم يبقى عندهم حسن ايه بديها يعني ايه حسن بديها ان الابي للعميل الطلبات بتاعته قبل ما يقولها في شكوى معينة وانا اه مثلا داخل الغرفة بنضف الغرفة لقيت حاجة معينة في الغرفة قبل ما العميل يغطر قسم الاستقبال او يغطر اي قسم من الاقسام بتاعت الادارة بعمل ايه بصلح وبقول يا جماعة في حاجة معينة في الغرفة عايزة ايه عايزة صلحها يبقى انا كده ايه عندي سرعة بديها للمشكلة اللي ممكن تحصل للنزيل في الوقت ده يبقى انا كده بعمل ايه برضي العميل وبلبي له ايه متطلباته قبل ما يطلبها اصلا ماشي بعد كده رسائل العمل رسائل العمل دي بتبقى فيه رسائل معينة طبعا رسائل دي بتبقى لازم التأكد منها وما يبقاش فيها اخطاء ومضمون رسالة لازم يبقى مفهوش اخطاء لغوية يعني ايه الرسائل دي انا فيه مثلا باختر رسالة من قسم الاستقبال لقسم المطعم او لقسم المطبخ بقول له مثلا فيه حفلة معينة لعميل في اي بي مثلا او عميل في الغرفة الفلانية هيعمل حفلة في اليوم الفلاني وطبعا بكتب الايه بكتب اختار للمطبخ ان مطلوب عمل قايمة كذا 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 طبعا انا لو قلت للمطبخ مثلا رسالة عادية كده ان فيه حفلة هتتعامل في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية المطبخ هينجم بقى مثلا ايه عدد الاشخاص الاكل اللي هيكلو ايه مثلا مضمون الحفلة هيبقى ايه من الساعة كم للساعة كم يبقى لازم مضمون الرسائل ايا كان القسم يبقى مدون فيه جميع البيانات للرسالة دي وكمان الاخطاء اللغوية اللي مثلا ايه لو اجي اكتب مثلا الافطار مثلا اكتبها حاجة معينة مثلا الاكلات بكتب اكلة معينة المطبخ ما يعرفش عنها حاجة مثلا عميل او نزيل طالب اكلة معينة هو بيكونها في بلده الاكلة دي مش موجودة في المطبخ انا بعمل ايه بسأل النزيل الاكلة دي عبارة عن ايه مكوناتها ايه لان دي مش موجودة فين في القيمة بتاعة الفندق يبقى انا لازم بشوف التفاصيل بتاعة الرسالة وبيبقى فيها ايه بيبقى فيه جميع الايه جميع البيانات اللي موجودة عندي في الرسالة دي وعدم موجود ايه اخطاء لغوية بعد كده بتترتب الرسائل ترتيبا مدروسا وايه والغرض منها ومختصرها والاساليب اللي ايه بتاعة جذب العميل طبعا بالاخص الرسائل اللي بتبقى لشركات الايه سياحة والضيوف انا مثلا عندي فوج معين من المكان الفلان الفوج ده بيبقى لهم متطلبات اه مثلا من شركة السياحة اه هيغادر كذا وعددهم كذا الرسالة اللي انا باختر بيها شركة السياحة دي هينفع ان انا مثلا اقول لشركة السياحة عن مثلا معلومات غلط ما ينفعش عدد الافراد غلط ما ينفعش المكان الفلاني اللي هيروحوا فيه الجروب ده طبعا ما ينفعش يبقى انا لازم الرسائل يبقى مضمنها مدروس قوي وبيبين ايه هو الغرض منها عشان الجروب ده ما يحصلوش ايه مشاكل بعدا ما يمشي لان انا مثلا لو اخترت شركة السياحة عن المكان اللي رايحوا الجروب ده ما كانوا غلط يعني مثلا رايح المكان السياحة عايزين يتفسحوا في اماكن سياحية ما قلتش ايه هي الاماكن السياحية اللي عايزها الايه اللي عايزها الجروب يبقى شركة السياحة هتوديهم الاماكن اللي هي ايه اللي هي عارفاها بمزاجها هي لا ده الجروب عايز يروح الهدة الفلانية انت بس انت ما اخترتش شركة السياحة عن المكان اللي الجروب عايزه وعن التفاصيل بتاعت الجروب يبقى انت كده ايه يبقى انت كده اللي غلطان يبقى الرسائل بتاعتنا دي مهمة جدا 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 بالاخص لازم نعرف ايه الغرض منها والاختصارات لان الاختصارات اما اجا اكلم شركة السياحة شركة السياحة بيبقى عندها ايه بعض الاختصارات المعروفة بالاماكن السياحي طبعا فيه مادة معينة بتعرفوا فيها الاختصارات دي شركة السياحة اما بكلمها بشكل عام وعايزين نروح الهدة الفلانية والمكان الفلاني ممكن العاملين في شركة السياحة هم عندهم اختصارات بس يبقى من الصعب قوي ان هما الرسائل ديت يفنطوها او يدرسوها لان طبعا هما شغالين بايه ببعض الاختصارات اللي شغالين فيها الشركة السياحة يبقى انا لازم موظف المكاتب الامامية لازم يكون عارف الاختصارات اللي موجودة فين في شركات السياحة ديت عشان يتعامل مع شركات السياحة بشكل ايه بشكل سالس وايه ومريح بعد كده قسم التابع للمكاتب الامامية اللي هو الخدمات العامة طبعا الخدمات العامة طبعا فيها وظيف كتير قوي اللي هو ايه رئيس القسم ورئيس الوردية وحامل الحقائب وعامل المصعد ومسؤول البي طبعا قلنا المكاتب الامامية دي مهمتها وهم حاجة عندنا اللي هو ايه ارضاء العميل اول حاجة في ارضاء العميل ان ايه جميع اللي شغالين في الخدمات يكونوا ايه يكونوا على قدم الوساق انه هم يلبوا جميع الخدمات بتاعة الايه بتاعة العميل في وقت قصير جدا اول حاجة رئيس القسم بتاع كل قسم موجود فين في الادارة بتاعة الفندق ايا كان القسم اللي بتعامل مع العميل ايا كان الايه القسم طبعا رئيس الوردية في كل قسم رئيس وردية وايه ورئيس قسم رئيس القسم بعده رئيس الوردية رئيس الوردية احنا قلنا فيه كام وردية ثلاث ورديات الوردية الصباحية والوردية المسائية والوردية الليلية كل قسم من الاقسام بيبقى فيه ايه بيبقى فيه ورديات وبتفنة الوردية ديت على حسب الايه نسبة الاشغال اللي موجودة في الايه في الفندق بعد كده حامل الحقائب حامل الحقائب ده مهم قوي انه هم لانه بيتعامل مباشرة مع الايه مع النزيل اول ما بيدخل من الباب بتاع الايه بتاع الفندق بياخد منه الحقائب بتاعته عشان ما يقولش ايه لا ده الفندق ما بيعبرونيش لا ده ما بيشولوش عن الشنط لا ده مش عارف ايه لا ده يبقى لازم حامل الحقائب ده بيبقى واقف منتبه لفين للباب عشان اول ما بيدخل النزيل ياخد منه الايه الحقائب بتاعته ويوديها لمكتب الاستقبال على ما ياخد الايه البيانات بتاعته والاستقبال يسكنه وبعدين يطلعوا ايه الغرفة بتاعته عامل المسعد اللي هو بيبقى موجود فين في المسعد بداخل المسعد بياخد النزيل بيوصلوا للدور بتاع الايه بتاع الغرفة بتاعته لان طبعا لو كان الفندق كبير لازم يبقى فيه مصاعد طبعا النزيل مش هيطلع على السلم وبالشنط بتاعته يبقى عامل المسعد بيبقى موجود بيسأل عامل الحقائب النزيل رقم كام الغرفة بتاعته رقم كام طبعا عامل المسعد بيعرف رقم الغرفة بيعرف الدور ايه وبيوصلوا الفين للدور بتاعه وبيبقى موجود فيه واحد واقف عند الاسنسير بياخد العميل وبيوصلوا الايه للغرفة بتاعته مسؤول الباب اللي هو بيدخل اول اول حد بيستقبلوا العميل طبعا الباب بتاع الفندق بيبقى لازم بيبقى فيه مسؤول ايه مسؤول الباب مسؤول الباب ده مهمة قوي ليه لان مسؤول الباب ده لازم يتعرف عن النزيل قبل ما يوصل لجوه يعني انا مثلا دخل الفندق بيسيب ندخل كده وخلاص لا بيتعرف على شخصيتي وبيشوف البطاقة بتاعتي وطبعا بيبقى فيه اللي هو جهاز اللي هو كشف الحقائب بيحط النزيل الحقائب بتاعته على الجهاز عشان يكشف اي حاجة موجودة فين في الحقيبة عامل الباب ده اللي هو مسؤول الباب ده لو دخل النزيل من غير ما يشوف الحقيبة بتاعت النزيل فيها ايه ومثلا النزيل دخل ومسلا يعني كان مسؤول كبير او راجل اعمال موجود في الفندق يبقى مين اللي مسؤول عن خطر الخطر اللي هيحصل ده اللي استقبال الاشراف الداخلي لا مسؤول الايه مسؤول مسؤول prototy conta مسؤول اياه مسؤول روح فعلا يمكن أن يكون في كيسا إياه التجربة الأفق يمكن أن تكون لدينا التعافي بسرعي تجربة المحلقة ويسرع على المدينة ثم يمكن أن يكون لدينا المضاعة ويسرع على المدينة أعطا أن يكون لدينا أساسي كبير من النسائل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الشهرية وهكذا وبدي الكلام ده لشرطة السياحة والقائمين على السياحة في البلد بعد كده تعليق اسعار الغرف في مكان ظاهر ليه بقى بعلق مثلا الاسعار بتاعتي في مكان ظاهر عشان ما يجيش النزيل يدخل الغرفة ويدخل الفندق ويقول لي مثلا الاسعار بعد ما استقبلنا وبعد ما خلنا البيانات وكذا اسعار الغرف بتاعيكو عالية قوي الخدمات بتاعيكو عالية قوي والاسعار بتاعيكو عالية قوي لا معلش حضرتك في قايمة للاسعار موجودة فاول ايه فاول ما بتدخل الفندق زي مثلا انت ما بتدخل مطعم اول ما بتدخل المطعم بتلاقي ايه على الباب من برة اول ما بتدخل من الباب بتلاقي قايمة اسعار مثلا سندودش كذا بكذا سندودش كذا يبقى ده قايمة الاسعار اللي موجودة عندي لو مثلا النزيل عايز ينزل حمام السباح ما يعرفش ان حمام السباحة ده بفلوس بعد ما نزل حمام السباحة بنحسبه على الساعة او الساعتين اللي هو قاعدهم وقاعد براحته بقى او بمشروبات بقى او كذا نجي نحسبه يقول لا انتو ما قلتوش لا ما ينفعش حضرتك لا ده انت عارف ان كل خدمة من الخدمات المقدمة في الفندق ايه اللي بيحصل انا باخد منك فلوسها او انا بقدم لك الخدمة دي لما عشان الخدمات كل خدمة بالفلوس بتاعتها وحضرتك القايمة بنعد الفلوس على الباب الفندق قبل ما تدخل يعني انت عارف قيمة الاسعار ممكن قيمة الاسعار بتاعت الخدمات المختلفة اللي هي زيادة اللي هي مثلا ايه اللي عايز مثلا ينزل البسيم اللي عايز يجرش عربية اللي عايز يعمل حفلة الحاجات الاستثنائية دي او النسرية دي بتبقى مش لكل مش لكل العمل ممكن اعمل ايه بيبقى فيه في الغرفة من جوة 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 الغرفة باجتش صغير كده للخدمات الاستثنائية اللي موجودة فين في الفندق ليه عشان انا عرف النزيل ان فيه خدمات غير الخدمات المقدمة العادية للايه للفنادق يبقى انا بعمل ايه بعرف النزيل ان فيه خدمات اخرى بتقدم للايه للنزيل لو حب ان هو يستخدمها يبقى الخدمات النسرية دي بتقدم على حسب ايه على حسب طلب العميل مش زي الخدمات التانية ان انا مثلا فيه خدمة غرف فيه خدمة كذا فيه خدمة كذا يبقى انا بعمل ايه بعرف النزيل ان فيه خدمات اخرى مقدمة فين في الفندق غير الخدمات الاخرى. بعد كده مرعاة لوائح الشرطة الخاصة بتسجيل النزيل. طبعا الشرطة تقول مثلا ان فيه نزلة كذا نزلين بيبقى فيه شرطة اداب وبيبقى فيه شرطة سياحة وبيبقى فيه الشرطة العامة بتقدم لي لوائح وقوانين لازم اطبقها فين في الفندق عندي. لان انا ماينفعش اطبق لوائح من عندي كده. يعني الفندق بتاعي يا جماعة ده انا هشغل هقعد 3 اربعة في الغرفة لا حضرتك انت عندك غرفة مزدوجة يبقى انت لازم اتنين بس اللي في الغرفة عندك اشخاص معينين في الغرفة لازم العدد بتاعك هو اللي ايه هو اللي تسكنه. ماينفعش اكدس الفندق بتاعي ويبقى فيه عدد كبير جدا والغرف بتاعتي ايه عدد محدود يبقى انا بعمل ايه بنظم الاشغال بتاعي على حسب اللواح بتاعة الشرطة وطبعا الشرطة بيبقى فيه الاسعار بتاعتي بيبقى فيه الخدمات بتاعتي والاسعار مصعرة من السياحة يعني مش انا اللي بقول السعر الفلاني بالغرفة الفلانية بالسعر الفلاني لا الغرف بتبقى ايه على حسب تصنيف الفنادق وعلى حسب الدرجة بتاع الفندق بيعرفني سعر الغرفة وسعر الخدمات المقدمة عندي وطبعا الشرطة بتعتي هي بتقولي كذا بالأسعار كذا وقلها على الخدمات اللي موجودة عندي وبتقولي على الأسعار بتاعتي عشان أنا ما اقولش على أسعار من دماغي أو على حسب مدير الفندق عايز يعلف الأسعار لا انت ملكش ان انت تعليف الأسعار لان شرطة السياحة او الشرطة بصفة عامة او السياحة والقوانين بتاعتها هي اللي بتقول الغرف بتاعتي بكذا والفندق بتاعي بكذا والخدمات بتاعتي بكذا يجب حل مدير الفندق في غيابه في حالة غيابه يعني ايه فيه مدير مناوب ماينفعش المدير المناوب والمدير بتاعي الفندق يبقى اللي اتنين مش موجودين ماينفعش لازم يبقى فيه مدير موجود متواجد في الفندق ليه عشان لو حصل اي مشكلة المدير هو اللي بيحل المشاكل ورئيس القسم هو اللي بيحل المشاكل يبقى انا بعمل ايه يبقى انا بعمل مدير عام للفندق ومدير مناوب لو اللي اتنين مش موجودين يبقى رؤساء الاقسام بيحلوا محل المدير بتاعي بتاعي الفندق ده الكلام ده في حالة ايه اما يبقى الفندق صغير ومش يعني ما فيه مش مشاكل قوي والعدد النزلة مش كتير ممكن رؤساء الاقسام هم اللي بيحلوا محل ايه محل المدير المناوب يبقى انا عندي لازم احل محل المدير في ايه في حالة ايه غيابه موظف الاستقبال له بعض المسئوليات وبعض الوجبات موظف الاستقبال ده لازم يعمل ايه اول حاجة التأكد من النزيل واستفاء بياناته بتاعت الاستمارة بتاعتي بتاعت النزيل يعني النزيل اول مجالي كتب البيانات بتاعته وفي الاستمارة اللي هي بتاعت الايه بتاعت التسكين ايه اللي بيحصل انا باخد الاستمارة كده وخلاص وحطها في الدرج وكده يبقى كده النزيل تسكن لا انا بعمل ايه باخد الاستمارة وباخد صورة البطاقة وصورة جواز السفر وبتأكد من جميع البيانات اللي موجودة عندي فين في الاستمارة وشوف الاستمارة البيانات دي صح ولا مش صح في بيانات عندي المفروض مش مستوفية مثلا عدد الاشخاص حضرتك معاك كم شخص كذا الزوجة مثلا دب معلش البطاقة بتاعت اللي هي البطاقة العائلية كذا يبقى انا لازم في بيانات لازم اتحقق ان هي استوفت فين في الاستمارة بتاعتي طبعا موظف الاستقبال بيتلقى شكاوى العملة لو في شكاوى والاقسام فيها بعض القصور عند خدمة النزلة لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل تحقيق للشكاوى اللي بتيجي من النزلة دي بسرعة وحلها بسرعة بشكل ايه؟ بشكل سريع واشوف ايه القسم اللي مسئول عن الشكاوى ديه واختره عشان يحللي المشكلة دي بعد كده تحرير البيانات اللازمة عند المغادرة طبعا زي ما انا دخلت النزيل باستمارة لازم استوفي بياناته وهو خارج من عندي ليه؟ مثلا النزيل كان حاضط حاجات في الخزنة طبعا عايز يستلم الحاجات بتاعته دي عند المغادرة بعمل ايه؟ باخد الاصال بتاعه وبياخد الحاجة بتاعته اللي موجودة في الخزنة وبيمضي انه هو استلم الحاجة بتاعته بعد كده الخزنة فلوس حضرتك حضرتك خدت خدمات كذا وكذا وكذا باخد الخزنة بتاستوفي لي وبيتقول لي ايه؟ ان العميل خلص خلص الايه؟ خلص الاجراءات بتاع الخزنة قسم المطبخ قسم المطعم وهي كذا يبقى انا لازم اعمل ايه؟ استفاء للبيانات بتاعتي بتاعت الايه؟ بتاعت المغادرة اهم حاجة بقى ان انا لازم اخد رقم للعميل عند المغادرة وايه؟ والمكان اللي هيغادر فيه يعني حضرتك هتروح فين بعد ما كنت عندنا ليه؟ ايه؟ عشان مثلا لو حضرتك ناسي حاجة في الغرفة لو في مشكلة حصلت بعد ما حضرتك مشيت وايه؟ وحصلت مشكلة في الفندق يبقى حضرتك المسؤول عنها يبقى انا لازم اعرف ايه؟ اعرف ان النزيل رايح فين واخد رقم تليفونه عشان لو في حاجة مثلا من الحاجات اللي فقدها طبعا ما تتحطش في الدفتر بتاع المطرقات وكده خلاص لأ لازم اتصل بيه واقول له ان حضرتك سبت حاجة فلانية في الغرفة وفي مشكلة حصلت بعد ما حضرتك ايه؟ ما حضرتك مشيت تحريق الرد على طلبات الحجز الرد على طلبات الحجز بتبقى بتيجي من شركات السياحة بالاخص اما يبقى فيه افواج موجودة فين عندي وبتيجي تحجز طبعا الرد على الحجز بتبقى شركات السياحة بتتصل بيه تقول لي عايز عدد غرف كذا ده فيه فوق جاي في اليوم الفلاني وعددهم كذا لازم اخد العدد والمكان والاشخاص والجنسيات طبعا عشان ايه؟ باختر بيهم الجهات المختصة بالعدد اللي جاي والفوق اللي جاي منين والجنسيات بتاعتهم ايه؟ طبعا الكشوف الشهرية اللي موجودة عندي وبالاخص الجنسيات والآه ونسبة الاشغال طبعا الكلام ده مهم جدا في قسم الاستقبال المكاتب الامامية وقسم الاستقبال والشغل ده كله مهم قوي ولازم نعرف كل موظف مسؤول عن ايه؟ وقسم الاستقبال مسؤول عن ايه؟ ومطلوب منه ايه؟ لان طبعا الاسئلة في الامتحان بتيجي كتير قوي في المناطق دي اللي هي المكاتب الامامية وقسم الاستقبال والاجراءات بتاعتنا واللي موجودة فين في الاقسام دي وعلقت طبعا قسم الاستقبال بالاقسام الاخرى يبقى احنا كده النهاردة خدنا المكاتب الامامية وعرفنا ايه هو دور المكاتب الامامية في ادارة الفندق وطبعا الحلقة خلصت واشوفكو على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته